بكم في هذه الحلقة من حلقة صوت الهجرة بإذاعة RTV FM Utrecht والتي نقدمها لكم إخلاصاً من ستوديو رقم واحد. أولاً بغيت نشكر كل أصدقاء والصديقات سواء في هولندا أو في فرنسا أو في المغرب يعني أو في أوروبا كاملة أو في العالم اللي اتصلوا بياه ويتمأنوا على الصحة ديالي فأنا بخير والأخير وأنا رجعت بعد العملية لإجراءت لي وأنا بصحة وعافية واللي رجعني فعلاً لهذا الستوديو للعمال والنشاط الإعلامي وطبعاً كما هو معلوم الفريق الوطني المغربي المنتخب والنجاحات والفوز اللي حققها إذن شكراً لكم جميعاً أنا بخير وعلى خير والحمد لله اللي بغيت نتذكر عليه اليوم فيما يخص الفريق الوطني والمنتخب الوطني اللي دائماً كان عندنا موضوع منذ زمان يعني منذ قرابة 36 سنة مثلاً في هذا الإعلام الهولندي المغربي واللي دائماً كنا نعطيه أهمية قصوى كبيرة للفريق الوطني فيما يخص هذا الفريق الوطني المنتخب الوطني طبعاً إحنا كان أخذوه على عاتقنا يعني تألق ديال بطبيعة الحال اللاعبين المغربين اللي موجودين في الساحة الهولندية ولي كي يزولوا يعني النشاط ديالهم الكروي بالأنديا الهولندية وكذلك بعض آآ الانديا يعني البلجيكية والفرنسية حالياً يعني هذا البرنامج ديال الحياة الرياضية كنا نقوم به دائماً آآ للتعريف بهؤلاء الشباب بيعني أبناء الجالية المغربية في الخارج ولي تألقوا تألقوا كي للبعض اللي ساهم على المنتخب آآ الوطني يعني الهولندية ثم البعض اختاراً أن آآ يزاول مع المنتخب آآ المغربي آآ فيما يخص هذه القضية هذه ديال اللاعبين آآ اخدات عندنا واحد القسط كبير بالخصوص آآ قضية زياش ومصراوي فالبرنامج وبطبيعة الحال هو موجود على اليوتيوب موجود آآ احنا كنا دائماً من المدعمين الأوائل ديال اللاعبين المغربة بالخصوص زياش ومصراوي حتى لما وقعت يعني آآ وقعت سوء التأفاهم ما بينو بين هورم يعني نقول لنا هيرفي رونار آآ آآ اخدينا قرار أو اخدينا يعني موقف على أن هؤلاء اللاعبين مش من المستوى اللي جينتا كمدرب وتلوحهم هكذا لكن الأمر تصلح وعاد زياش وعاد مصراوي إلى المنتخب المغربي لكن بقدوم خالي لوزيتش اللي اللي كنا أول كذلك في بعد ما يعني آآ اختار المسؤولون في الرباط آآ المدرب واحد هالي لوزيتش باش يكون على رأس المنتخب الوطني أنا شخصيا قلت لا لأنني أعرف هذا 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 الناخب وعارفو هاد المدرب وبكينا في الموقف دينا على أن هاد المدرب لا يصلحوا للمنتخب الوطني قلناها في الوهلة الأولى ولا زلنا إلى أن يعني آآ فوسخ العقد آآ مع هاد المدرب وجيء بواليد الرقراقي ثم كنا كنقوله آآ وانا قلت شخصيا غيمشي هاد المدرب يشيبو اي مدرب وطني اي مدرب مغربي أنا ما عنديش مشكل يعني كان عندي مشكل ما هو واحد خليلوزيتش لأنه يعني آآ مش بعيد على اين جاء وواليد رقراقي وبهذا النية ديالو او اللي بالبركة ديالو او اللي بتعامل ديالو او اللي سياسة اللي عملها مع اللائبين جبرر بالنتجة كما يقولوا وهو الآن يعني تقلق وتقلقوا معاها يعني اللاعبين في المنتخب الوطني وجاب الله تسير وسيلعب المنتخب المغربي ربعا نهائي في قطر شيء جميل شيء جميل يكون اطار وطني اولا وطني تانيا ما ننساوش على انه من ابناء الجالية وكنتنا دائما كنقول على ان الخير كما كان الحال غادي يجي من ابناء الجالية لأنهم علاش لأنهم فيهم واحد الحب ديال المغريب يعني آآ بشيء بطريقة اخرى يعني قال مغاربة يبغيوا بلادهم ولكن مغاربة العالم كي يبغيوا بلادهم بطريقة اخرى يعني يبغيوا البلاد ديال الاقامة ويبغيوا المغريب وخما عاشوش فيه وخما يشتغلوش فيه يعني لانه آآ شي حاجة كين في الدم على اين احنا في برنامجنا قلنا دائما ولا ازلنا ندافع عن الاطار الوطني ندافع عن اللاعبين سواء داخل المغرب او خارج المغرب وقلنا على ان هناك لاعبين في البطولة المحلية يستحقون المنتخب الوطني مش يحتلو مجينة قلنا هاتشي هذا داني ناذكر على انه لما تعين وليد درقراقي بعض الاذاعات بالضربضة وبعد الصحف وبعد المواقع كانت ضد تعين وليد درقراقي الشراء موجود مازال موجود يعني يقرأ فكيفش يترى بين عشية وضوحها نقالبت هذه الموازين هذي ونقالبت الامور ولا وليد درقراقي يعني جميل رائع كما كان الحال لما ترشح فوزي القجاع سنوات مضت ضد اكرم رئيس الويدات السابق فقامت القيامة وكانوا بعض الاذاعات وبعد الصحف ضد فوزي القجاع الى ان يعني كأس العالم بروسيا ولما ما جبش الله فرجعت تلك الصحف وتلك الراديوهات يعني ضد رئيس الجامعة فوزي القجاع وقالوا ما قالوا موجود هاد شي كذلك لكن احنا في هذا البرنامج ممشينا لا الروسيا وممشينا لا القطار ومخلص علينا شي حد وما نتظرش شي حد باش يدور معانا عاد نقوله لا الوطنية تقتد هذا فقلنا على ان سيفوزي يخصو الوقت كذلك خذينا على عتقنا الامور يعني بالتحليل وبأمور يعني تحليل علمي بالمتابعة لما ترشح ضده الزتشي من الجزائر وقامت القيامة في الجزائر ضده فوزي القجاع ساندنا فوزي القجاع لان نرا فيه الرجل الذي يمكن ان يغير ما يمكنه تغيره اوكي كذلك في قطار شفنا على ان هاد الناس عاد بلهم 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 فوزي القجاع بلهم يعني ما كانوش قابتين في كلامهم من الاول يعني احنا في هاد البرنامج كان عندنا ايمان على ان هاد الرجل سيخدم الوطن ويخدموا كرة القدم المغربية وهذاك المدرب لا يصلحوا للفارق الوطني ثم قلنا على ان هذا والد الرجل نعطيه له حقه ونعطيه له الوقت ونشوفه هو كان نياب طريقته جميل اذا وانا اقول تصبروا شوية تصبروا شوية على اولاد البلاد تصبروا شوية وديروا التقيق وديروا التقيق خليونا ذاك البيع واشتراح نحن عارفوا البيع واشتراح في ضربة كيفاش كي يقام فلهذا هاد الامور هذه الكرة انا بنسبة لي الكرة الان فضحت بعض الكارتات وبعض الاجوندات فاللي عندو شي موقف خصو يبقى فيه ويقولوا ويقول علاش ولكن باش نبقى نتقلبوا نتقلبوا عليه واش يدين القطر او ما يديناش واش يدور معانا او ما يدورش معانا واش نشوفو كيفاش كدامت كدام هاد خربقات راها يعني تبقى دائما تخربقات والتاريخ لا يرحم تاريخه يعني يرى كي يسجل يسجل الموقف سواء ان دي الاعلاميين والصحفيين الشرفاء اللي عندهم موقف ومشي مشي عيب تكون عندك تقلاف مثلا مع القجح ولكن تقول علاش ومشي عيب تقول او دي الله سرقرقر باقي نوع الامور مشي عيب تقول علاش ولكن حب الوطن حب المنتخب الوطني وحب الكورة المغربية وحب اللاعبين يعني من ابناء الجالية فوق راسنا يحيى المنتخب يحيى المغرب وإلى اللقاء في فرصة بعد مقابلة المغرب في فرنسا والله يجعل تكون من حظنا تحياتي وإلى اللقاء تحياتي تحياتي تحياتي